الحقيقة احنا يعني رجعنا لملف من الملفات الرائعة اللي بنتبحر من خلال هذا الملف في معاني وجماليات القرآن الكريم هو ملف تأملات قرآني النهاردة احنا هنتأمل في أصغر مخلوق على وجه الأرض ربنا سبحانه وتعالى خلق حاجة ممكن لا تذكر خالص يعني ما نقفش عندها لكنه وقف عندها وقفة طويلة وأسمى صورة كاملة باسم هذا المخلوق صورة النمل ويمكن يكون كمان بنتعلم من خلال أصغر مخلوقات الأرض ده بنتعلم أشياء كثيرة منها يعني نتعلم التزام نتعلم أدب نتعلم هنشوف هنتعلم إيه من الآيات القرآنية التي وردت في سورة النمل وعايزين نقول لفضلت الشيخ أحمد الصباغ أعودوا أن أحمد الحمد لله على السلامة دعت لنا في العمرة وبالحضرتك والسادة المشاهدين وربنا اكتبالكم المشتقين يا رب يجمعنا في الحج السنة للشاء يا رب وسمعنا أن الناس هناك بقولوا لك صلي على الحبيب ألبك يطيف في الكعبة الحمد لله بعد بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله السماء العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه ده بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السماء العليم ودائما ايه؟ صلي على الحبيب مرحبا بكم في برنامجكم اسأل بعد دعاء وصلي وصلي على الحبيب ألبك يطيف ديما اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد على آله وصحبه أجمعين اللهم لك الحمد والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وهذا من فضل الله علينا اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد سريعا كده يا فندم ببلغ لحضرتك وللبرنامج وللقناة الأمانة اللي حملها لي وأنا في الحرم المكة والحرم المدني وحتى وأنا في الطيارة بقت الناس يقولوا لي إيه ومرحبا بحضراتكم في برنامجكم أقول يسأل مع دعاء وصلى على الحبيب أقول لهم قلبك طيب حقيقي صدق بالله لسه رجعينا هو الطازة يعني أنا بقيتش مصدق نفسي بقيت أقول يا رب انت وضعت القبول كده في الأرض لنا حاجة عجيبة ومش مصريين بس كل الدول العربية أول الله العظيم وكان يعرفوني من صوتي بقيتماش أقول صلى على الحبيب أهو والله الشيخ أحمد أهو رجالة وستات اللهم لك الحمد وببلغوا لحضرتك السلام والقصة للبرنامج وللقناة هذا من فضل الله ده أمر وطبعا اسمحي لي أقول وإحنا قدام الكعبة والله الله دي لها غيره لقيت الناس بقولولي الأستاذ دعاء أخبارها إيه يلا ندعي لجوز الأستاذ دعاء ودعينا دعاء جماعي وهقول لك بقى والله مرضيتش أقول لك اللي على الهواء وكنا في صلاة الفجر ماشاء الله وبقيت هدعي والناس دعوا أكتر مني فده اندل على شيء أن رزق الأستاذ عماد كتير في الدعاء ونحسابه على خير وإن شاء الله القبول ودعينا له ولجميع مرضى أمة محمد أجمعي فالله أم تقبل منا ومنكم جميعا واكتبها لكل مشتاق وأحلى درس خدته يا فندم كنا زمان يقولوا إيه روح ربنا يحب فيك دي أحلى حاجة كنت شفهم الدعوة دي كانت ستة تقول لي روح ربنا يحب فيك خلقه والحاصة في أرضه فكنت أقول لما الناس يحبونها يعمل إيه لقيت لا لا حب الناس كتير كبير لو أنت أفقر الناس والناس بتحبك أنت أغنى الناس وذلك أحلى دعوة كان شيخنا يقول لنا قول اللهم أحباني ربنا لو أحبك خلاص الدنيا كلها تحبك فاللهم اجعلنا من المقبولين المأجورين المخلصين يا رب اللهم لك